بعد يومين من الاجتماعات في العاصمة الارجنتينية اتفق قادة مجموعة الدول العشرين على عدة خطوط عريضة بشأن ملفات عديدة دارت بشأنها المناقشات وينبقيت الخلافات مع واشنطن بشأن المناخ والتجارة الرئيس الارجنتيني تلأ أمام الصحفيين البيانة الختامية للقمة والذي تضمن تعهدا بتحقيق أهداف مؤتمر باريس للمناخ وهو تعهد لم تلزم واشنطن نفسها به اتساقا مع انسحابها من ذلك الاتفاق بقرار من الرئيس الامريكي دونالد ترومب ولم يشن البيان الى تعهدات سابقة بمكافحة اجراءات الحماية التجارية بعدما طغت الخلافات بهذا الخصوص على قمة القوى الاقتصادية الرئيسية في العالم كما ايد البيان ضرورة اصلاح منظمة التجارة العالمية واكد ان النظام التجاري المتعدد الاطراف لا يحقق اهدافه حتى الان وعلى هامش القمة تواصلت قبل ختامها لقاءات ثنائية بين زعماء المشاركين من ابرزها لقاء ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان مع الامين العام للامم المتحدة ورئيس بزراء ايطاليا ومثلما بدأت القمة في اجواء انقسامات اسدل عليها الستار وسط خلافات بشأن ابرز القضايا